سلام لبنات اتوحشتكم سافي لونطان عندي ما حتشتدي فيديو الله غالب كانت عندي دوروف انتو ديكا جيتكم اليوم بان نوفال فيديو فيديو بزاف هايل ورح تستفدوا منو بغرير سهل و سريع وقدرو نحضروه في ربع ساعة ان شاء الله ورح يخرج هايل المتقب البغرير بسم الله ما شاء الله جربوه وردو لي بالاخبر دونك كما كنتو تشوفو في الانجريديون عندي زوج فنجل انا درت فنجل كيلت بيه وانتو ما وش تحبوه تكيلو زوج فنجل سميد ولا دقيق تعلي نخدمو به الكسرة نورمال يعني نورمال للرقيق ما هوش المتوسط ولا اللي نشرهم في الباكي مع نصف فنجل فارين ملعقة سكر كي ما شفتو ملعقة خميرة الخبز و ملعقة ثانية خميرة الحلويات للغير و في القمع دخلنا كامل جافة و قمنا بخلطها كي ما راكو تشوفو خلطناها تخلطو كي ما شفتو كي ما شفتو بعد ما خلطت هذوك المكونات الجافة و بالحب بيض نزيد ثلاث فنجل ما ساخن ما هوش ساخن خلاص فاتر دافي مليح ما يخسر ليش هذيك الخميرة نلوح هذوك مثل ثلاث فنجل و نخلط هذيك القارورة و نخلط هذيك القارورة تخبيها بعد ما نخلطها نخليها ربع ساعة كي ما شفوه هكا تخلطوها حتى نشوفو واحد الفقاعات فيها بدت تخرج في هذيك لابات نبليو نخليوها ربع ساعة و بعد ربع ساعة نفتح القارورة غير بشوية بس كي ديجا تكون خمرت و نروحو نسخنو المقالات على الغرعيف ولا البغرير بد ما نحسوها سخنت نبدأو نحطو فيها هذيك اللي تيد اللي خدمناه و رح تخرج ان شاء الله هاي لا و نتمنى تجربوها و تقولوا لي وش رايكم و لي ديجا جربتها قبل ولا عندها وصفة احسن من هذي تقول النار كي ما ركوا تشوفو النار تكون متوسطة ما هي قاوية ما هي خفيفة هنا يكون شكل التثقب على هذيك البغرير بعد ما نحسها نشفت و حمارة بيم من اللي تحت انا نحبها حمارة كاللي ميحبوهاش كل واحده كيفة اه تلقوها حمارة من اللي تحت تعودي تنحيها و تزيدي الحبات الاخرين هذا شكلها النهائي تحبي تعسليها بعسيلة و زبدة ولا بالزبدة و السكر كل واحد كيفة يديرها و بالصحة حوله هنا ان شاء الله و نتمنى تجربوها و تعجبكم مع فيديو اخر واللي اول مرة تشوفوا القناة معليها غير تشترك و تفعل جرس ليصي لها كل جديد و لمشتركين معليهم غير يفرحوني بلا جام ولي كومنتر و سلام حبابي